هناك ملاحظة من بعض الإخوة عندما يذهبوا إلى الأماكن السيحية و خاصة في هذه الأيام طبعا الناس تريد أن تخرج من أجل أن تلتمس مكانا طيبا لكن يفاقعوا بكمية الزبالة و المخلفات التي يضعها الإنسان تحت الأشقار أو في الأماكن الجميلة و لا تأخذه نفسه أن يضعها في أماكنها المخصصة يريد منكم نصيحة و توجيها لهؤلاء لا ينبغي لمسلم أن يكون مفرطا في أمر النظافة سببا لتلويث المكان الذي يرتاده هو و أسرته و بنو مجتمعه و بنو وطنه و إخوانه أو أن يشوها بيئته و ينشر فيها الفساد بما يجلب التشوهات و الأمراض و الآفات للإنسان و للحيوان و للشجر و البيئة كلها فالنظافة هي من أخلاق المسلم و من شيمه و قيمه في نفسه و في بيته و في مجتمعه و في وطنه الذي يسكن فيه و هذا المذكور في هذه الملاحظة صحيح و إن كنا نعلم أن كثيرا من الناس سواء كانوا من بني الوطن من المواطنين أنفسهم أو من المقيمين بحمد الله تبارك و تعالى ينتبهون إلى هذه القيم و يتجملون بهذه الأخلاق و يؤدون دورهم في تنظيف بيئتهم إلا أن البعض منهم للأسف الشديد يتهاون و هذا مما لا يليق لأن عليهم مؤاخذة عند الله تبارك و تعالى فإذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقه فلا شك أن إلقاء الأذى في الطريق هو من الأعمال التي تجرب الوزر و حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم آداب الطرقات قال غض البصر و كف الأذى و هذا من أعظم أخلاقنا أن نكف الأذى و ليس المقصول بالأذى ما يتعلق فقط بالأقوال و الأفعال التي تصدر منها و إنما ما يتعلق بنظافة المكان الذي نكون فيه فيجب على المسلم أن يكون كافا للأذى مميطا للأذى عن الطريق و نظافة المجتمع عنوان أخلاق الناس فكما هو الشأن فيما ذكرناه في حلقات سابقة مما يتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم في التخطيط العمراني لمدينته عليه الصلاة و السلام فإنه كان من الإجراءات التي اتخذها أن حث المسلمين على النظافة و قال نظفوا أفنيتكم و لا تكن أفنيتكم كأفنية يهود فكيف يتراجع المسلمون القهقرى اليوم و يكونون أسبابا لتلويث بيئتهم و لبعث الأذى و الضر فيها هذا مما يجب أن يترفع عنه المسلمون و أن يذكر بعضهم بعضا فيه و أن يتناصحوا فيما بينهم و الله تعالى نستعلم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقرى